اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمها أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتي على حسب الطلب الناس ليحطوا تعليقات على السحر تشويه الجمال أو السحر لتدير تساقط الشعر تساقط الشعر من السحر المأكول السحر اللي تعطينا طاقة البياء ما تيخليناش ناكله تيجينا غتيان تيجينا ألم في البطن تيكون عندنا إسهال دائما أو غتيان إذن الناس ليحطوا تعليقات على حسب الشعر اللي تتساقط بقوة يقدر يكون من الأكل يقدر يكون من السحر السحر المعمول السحر اللي تديروه بسميتك أو بالصور ديالك إذن وأقول جاء الحق وزهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا السحر تبقى غير السحر السحر أو الناس اللي تتعاملوا بالأصحال تتسموا كهنة إذن الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم لعنة بلعنته تنزل عليهم ألف لعنة الناس اللي تتستعملوا السحر أو تضمروا الناس تكون عندهم لعنة من الله سبحانه وتعالى إذن وأقول جاء الحق وزهاق الباطل إن الباطلة كان زهوقا هذه الآية ديالنا اللي غادي تبطل لك السحر من الجسد ديالك بحالة كان عندك بقاع في الجسد ديالك بحالة كان عندك البقاع في الوجه ديالك أو كان عندك تساقط الشعر بسبب السحر المعكول أو السحر المخطى أو السحر الصور ديالك تكون ديال المقابر الناس اللي تحلموا بأنهم تجروا في المقابر أو عندهم طاقة سلبية ودائماً تكونوا عندهم مشاكل مع الناس إما ما تكونواش محمولين أو تكون عندهم السحر التحقير أي سحر تدير تساقط الشعر من غير السحر المعكول تيكون سحر تساقط الشعر أو تشويه الجمال تنهضروا على تشويه الجمال هو تشويه الجسد تشويه الوجه تشويه الشعر تيخلوا الدرية أو البنت وجهها باهت بدون قبول إذن هاد الوصفة اللي غادي نعتقدوا عليها أقوى عشبة ديال البطال السحر تشويه الجمال أو تشويه الشعر أو تشويه اللي تيكون في الجسد تكون بقاع سوداء أو تكون بطور هذا البطور ما تبراش دائما هذا البطور تخلي علامات لونها أسود إذن صليوا على سيد الخلق وخلواها تعليق في القناة وخلوا لنا واحد البصمة باش الفيديو يشوفوا أكبر عدد إذن الناس اللي تتعاونوا مع هذه القناة تنتمنى اليوم حد سعيد تنتمنى رب يعاونهم في خفاء الشفاء ويرفاع الابتلاء لأن الابتلاء اللي يصرفوا عليك لله تكون ابتلاء ليطهرك أو يرفعك درجات ولكن الله سبحانه وتعالى تيبغي يسمعك وتيبغي يسمع الدعاء ديالك إذن كل مبتلي عند الله سبحانه وتعالى عنده أجر كبير إلى صبرتي إذن قد ناخده قد ناخده اليزير اليزير هو اليزير رائع لا في الأكل ولا في الشرب ولا الناس اللي عندهم تساقط الشعر بغيتي أنك تعالج شعرك من تساقط الشعر غادي ناخده واحد القنينة بحالة دي حالة دي على حسب تساقط الشعر غادي نضيف لها خل التفاح خل التفاح معروف خل التفاح بنية أنني بغيت نوقف تساقط الشعر لأنني غادي نقرأ واحد الآية عليها الآية اللي اذكرنا دابا حاولوا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا هتقرأها سبع مرات وهتقرأ الفاتحة سبع مرات سورة الكافرون سبع مرات سورة الناس سبع مرات سورة الإخلاص سبع مرات الفلق سبع مرات لأن هذه المعودتين هما هما رقية شرعية عضب في آية الإبطال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا الله سبحانه وتعالى أي سحر سبحان الله يبطلو بهذه الآية الكريمة سبحان الله إذن غادي ناخد هذا هذا اليزير غادي نحط الغصم الغصم كافي لأنني غادي نديره مدة أسبوع ونوقف مدة أسبوع ونعود ندير أسبوع آخر غادي ندير لكن وقت اللي بغيت نوقف غادي نوقف ونبعد أو تاني نبدأ ولكن هاد الماء اللي حضرته غادي ندوم عليه أسبوع غادي ندوم عليه أسبوع غادي نغير أو تاني إذن جوج معالق ديال خل التفاع جوج معالق ديال مع غصن كبير ديال اليزير اليزير أنكم تديروا هاد الوصفة لتساقط الشعر ولو ما يكونش عندك سحر هو رائع خل التفاع تعالج الفروة الشعر مع اليزير وغادي نقرأ عليه هاد القراءة للرقية الشرعية يكون عندك احتألم الرأس مزيلا لي لأنك رقيت هاد الماء مع اليزير مع خل التفاع وغادي نحاول أنني الوقت اللي الرشو على الفروة الوقت اللي الرشو على الفروة غادي نحاول أنني نمعك هذك الفروة ديال الرأس نحاول نمعكها ونخليها 30 دقيقة أو نخليها احتساعة ومن بعد ندخل الدوش وغادي إن شاء الله نغسل الشعر ديالي من هاد الماء والخل التفاع إمتى خاصني نديرها الوقت اللي نديرها إما نديرها مع الصبح أو الظهر أو العصر الناس اللي تيشتغلوا قل من المغرب تديريها ماشي تديريها وتمشي تنامي خاصتك توصليها لأن أي حاجة فيها خل خاصنا نغسلوها خل تفاح تيطهر الفروة وتيعالج الفروة وتحيد هذك الألم في الرأس أما اليزير يعالج السحر اللي ذكرنا دي التشويه الجمال الناس اللي عندهم تشويه الجمال ميديروش الخل ميديروش خل التفاع يديرو اليزير مع ماء الورد أو ماء الزهر وتقرأ عليهم نفس آيات نفس الصور ونفس الآيات عدنا آية وحدة مع الصور اللي حطينا هي روقية شرعية وفي نفس الوقت غادي الناس اللي بغين يحيدوا تشويه الجمال غادي بقاوا كل ليلة من يمشي وناموا يرشوا الوجه ديالهم عادي يرشوا الوجه ديالهم هذك اليزير اللي مرقد في ماء الورد ما نديرش الخل الوجه ديالي ندير ماء الورد قنينة تكون اللي غادي ندير بها مدة على الأقل 21 يوم قنينة قد هذي ندير فيها واحد الغصم كبير وغادي ندير قنينة كبيرة ديال الماء الورد ونقر على نفس القراءة اللي قرينا ونقر الرش الوجه ديالي دائما كل ليلة والصباح حتى الصباح الرش الوجه ديالي باش يحيدوا ليا ديالك البطور يحيدوا ليا ديالك ديالك البقاع السوداء اللي تيكونوا لونهم أسود يبانوا ليا في أول الشهر أو نهار 15 16 17 في منتصف الشهر في أيام البيض تيبانوا ليا ديالك البقاع بقوة أو وقت العادة الشهرية تينصحوا تيولوا بينين بكثرة إذن الناس اللي بغين يطهروا الجسد ديالهم من البطور الناس اللي عندهم بطور في الجسد ديالهم أو عندهم بقاع زرقاء أو عندهم مشاكل في الجسد ديالهم غادي ياخدوا نفس طريقة ديال الشعر خلتوا فاح مع غصن كبير وقاورشوا الجسد ديالهم كل ليلة كل ليلة ترشي الجسد ديالك وتنامي صباح توشي عادي أو ما تدوشيش لأن هذه اليزير ريحته طيبة مع خلط فاح كن الناس اللي تدهنوا الجسد ديالهم بخلط فاح عادي جدا ما فيه لا رائحة لا التحاجة إذن إلى عجبكم هذا الفيديو خليونا لايك دعموا القناة فعلوا جرس أبناه بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته